لم يحدث أي اختراق في محادثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي انعقدت الخميس بيفينا حسب وزير الخارجية البولندي زبيجينيو راو الجولة الثالثة من المحادثات الهادفة لنزع فتيل التوتر في الملف الروسي الأوكراني راو الذي تترأس بلاده المنظمة هذه السنة قال إنه لتحقيق تطور فعلي على أعضاء المنظمة أن يدخلوا في نقاش جدي في إشارة إلى المحور الروسي بدوره قال المبعوث الروسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اجتماع الخميس إن روسيا ستقوم بكل ما بوسعها للدفاع عن ما أسماه أمنها القومي إن لم تتلقى أي إجابات بناءة بخصوص مطالبها الأمنية من الغرب وجهدت محادثات الخميس في فينة أول مشاركة لأوكرانيا هذا الأسبوع بتمثيل وزاري في أدنى مستوى لها ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة